بيتنفس وبيعرق او الروبوت يساعد البشر على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان اهلا وسهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة ايه اللي بيحصل لجسم الانسان عندما يصاب الانسان بدربة شمس السؤال ده بيجاوب عليه روبوت اسمه اندي الروبوت اللي ابتكره مجموعة من الباحثين في جنوب غرب الولايات المتحدة بيقدر يتنفس وبيعرق وبيساعد فيه تحمل ارتفاع درجات الحرارة وكمان بيقدر يفضل خارج المنزل تحت اشعة الشمس لساعات طويلة اثار الروبوت حالة من الجدل بين العلماء والمسؤولين عن اختبار الانسان القالي الفريد من نوعه وده في حرم جامعة ولاية اريزونا الروبوت كمان بيجاوب على سؤال ازاي نحمي نفسنا داخل كوكب الارض اللي بيزداد في ارتفاع درجات الحرارة يوم عن يوم السبب اللي خل مجموعة من الباحثين تبتكر الروبوت ده ان مدينة فينيكس الموجودة في جنوب غرب الولاية بتشهد حاليا اطول موجة حرة في التاريخ اللي بتصل لتلاتة واربعين درجة مقوية لليوم لتنين وعشرين على التوالي وهو اللي بيوضح مدى تأثير تغير المناخ على العالم ككل وفقا لما ذكروا موقع تيك اكس بلور يحتوي الروبوت اندي كمان على نظام تبريد داخلي ومسام تسمح له بالتنفس والعرك وهناك خمسة وتلاتين منطقة حرارية مستقلة والروبوت مثله مثل البشر بيتعرق اكثر من ظهره والموقع يأكد ان الروبوت ده هيساعد على فهم ارتفاع الحرارة بشكل افضل ويعمل الباحثون ان يوفر الروبوت فهم افضل لارتفاع الحرارة وهي الحالة اللي بتهدد نسبة متزايدة من سكان العالم نتيجة الاحتباس الحراري واوضح التأرير انه يمكن للروبوت اندي البقاء على قيد الحياة تحت اشعة الشمس الحارقة دون اراكة قطرة واحدة من العرق وده اسناء التجارب اللي لا يكون التعرق فيها عامل اساسيا ومن المقرر ان يختبر العلماء الروبوت في مجموعة متنوعة من المواقف من بينها كيفية امكانه موجهة الرياح الحرارة او الحرارة الرطبة وباي نوع من الملابس يمكن استخدامها وبكده تكون انتهت نشرتنا الاخبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة 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 شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة